ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله فرونا اللي وقعت بين سائقي سيارة اجرى رافق انتشار مقطع فيديو لشجار عنيف بين سائقين لسيارتي اجرى بالعرائش جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي والسياء كبيرا في صفوف روادها الذين استنكروا هكذا سلوكات من اشخاص يحملون رخصة ثقة ويفترض انهم يقدمون خدمات يومية للمواطنين وحسب مصادر محلية فان احداث مقطع الفيديو تعود لاول امس الجمعة 19 ابريل الجاري بعدما تطور خلاف حول احقية المرور بين سائقي سيارتي اجرى من الصنف الثاني الى شجار عنيف كاد ان ينتهي في المستشفيات وافادت المصادر بانه يرتقب احالة السائقين على المجلس التأديبي الاسبوع المقبل من اجل النظر في السلوكات الصادرة عنهما وقد تصل عقوبتهما الى حد سحب زرخصة اتقام منهما وتأتي الواقعة لتعزز الصورة النمطية السيئة التي اصبحت شائعة لدى المواطنين عن سائق سيارات الاجرى والذين بات معظمهم يفضلون استخدام التطبيقات خاصة وان الواقعة تأتي اياما فقط من اعتداء سائق سيارة اجرى اخر بطنجة على سيدة بسبب خلاف حول درهم واحد قبل ان تتدخل تمتليات النقابية وتتنازل الضحية عن شكايتها وتتم متابعة السائق في حالة صراح